كتاب المقدس اعطيت شعبك وكنيستك كل المعطيات والقدرة والقوة اعطيتنا روحك لكي نتغير من صورة الانسان الطبيعي الى صورة الانسان السماوي الذي يا رب بينقل صورتك وحضورك ورائحتك الزكية في وسط عالم مليء بروائح مزورة وروائح متعددة ومناظر يا رب تهين قلبك وتحزن يا رب قلبك اعنا يا رب في هذا الصباح لكي نتعز من كلمتك لكي تكون الكلمة خارقة لقلوبنا ولو يا رب تؤدبنا بعيد الكلمة لكن لكي تقوم حياتنا ليس يا رب لكي تخزينا او لكي يا رب تهيننا لكن يا رب لكي تجعلنا على صورتك اعنا يا رب حتى تكون الكلمة يا رب في هذا الصباح خارقة عاملة مميزة فاصلة محددة الامور باسم المسيح يا رب قود عبدك بكل كلمة يا رب وتمجد بحسب غناك في المجد ونعلن دمك وملايكتك حماية على هيدا المكان وعلى رعينا ايضا يا رب مزرح ما هو تباركه تعزيه تزوره في متجعه وتمهي متجعه يا رب وتريه خلاصك نشكرك لان لك للموت ما خارج هاللويا نباركك 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 يا رب وكمياه عبرك يذكر المشقة باسم المسيح نعطيك كل المجد لانك انت انت هو امس واليوم وإلى الابد نعطيك كل المجد آمين تفضلوا يا حبة نفتح التكوين بدنا نرجع ستة الاف سنة الى ورا فيه اسرع ملايك واحد بيسواني يرجع ستة الاف سنة الى ورا العلماء ما بيعملوه نحنا دجري بنرجع التكوين اربعة صح الرابع تكوين اربعة اصلنا ما وصل حدا بعد في حدا ما وصل ياب وعرف ادم حواء امرأته فحبلت وولدت قيين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب ثم عادت فولدت اخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم وكان قيين عاملا في الارض وحدث من بعد ايام ان قيين قدم من اثمار الارض قربانا للرب وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه ومن سيمانها فنظر الرب الى هابيل وقربانه ولكن الى قيين وقربانه لم ينظر فاغطاذ قيين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقيين لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك ان احسنت افلا رفع وان لم تحسن فعند الباب خطية رابضة واليك اشتياقها وانت تسود عليها وكلم قيين هابيل اخاه وحدث اذ كانا في الحق ان قيين قام على هابيل اخيه وقتله فقال الرب لقيين اين هابيل اخوك فقال لا اعلم احارس انا لاخيه فقال ماذا فعلت صوت دم اخيك صارخ الي من الارض فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الارض فقال قيين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل انك قد ترتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قيين فسبعة اضعاف ينتقم منهم وجعل الرب لقيين على ملك لا يقتله كل من وجده فخرج قيين من لدن الرب وسكن في ارض نود شقيعة امين 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 حيب اعطيي عنوان لهالوعظ هاليوم صراحة اليوم الرب يقعطاني ايها الصبح احارس انا لأخي احارس انا لأخي تعرفوا اديسي عقوب بيرسالته بيذكر قال ما المنفع يا احبائي اذا واحد بيقوله ان انا بحب الرب وبشوف انه خيب الرب عايزني بموضوع ما بامر ما وانا بقل له ربي بيركك ربي بيركك انا رح صليلك روح ادفة وروح كول روح ما عندي لأي يكره لأي الدفا شو بتعمل قال قال هيك بتبيركو ويحنى بيقول قال لا تكن محبتنا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق صح نحنا هيدا بنهرب منها طبيعتنا البشرية دغري فيها جهاز انذار لا لا قيين كان هالروح فيه قيين كان شخص مزارع وكان عارف لما سقط بيه امه بالخطية وهن خلقوا سقطين تلقائيا ان الرب ما كان ما طرهم يخطو تقيله انت خاطئ من البطن السمي تعاصيا ما عارف صنع في حدا بعد ما بيعرف هيدا ميما بيعرف هأنا هذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بيومي مش يعني تجوزت خطيئة لا يعني ورثة يعني بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت واضح الصورة قيين كان عارف انه بدون سفك دم ما في مغفرة خطايا كان عارف انه مفروض يقدم زبيحة حية حيوانية حتى الله يخفر له ويسامح القلب ما كان يتغير ننتبه لنقطة هيديك العهود القلب ما كان يتغير بس كان الانسان بعده تقول للتعبير أبرأ من هلأ بريء أكتر نسبيا عم بحكي انا اذا كان بريء نسبيا أكتر وعملها الجريمة نحن هلأ شو بنقول من هيك ما كان بعد فيه الوعد بتغيير القلب تاني الوعد بينسل المرأة يصحق رأس الحية تكوين ثلاثة خمسة عشر فح تذكروا شو قال الرب للحية وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونس للمرأة نس للمرأة يصحق رأسك ونعرف الحية ما بتموت إلا براسك لو قطشتها ميت شقفة بترجع بتعيش بشبال كتير بيشوفوا حياة بقولوا مقلفة صار إلا قرون مثل المعزية ما قصصة بس صارت قصيرة لدرجة إنه عايشة ما بتموت ليه لأن ما حدا صبب رأسك فإبليس ما بيموت إلا براسه مثل الحية تمعص لها رأسك كل ما تنفع إن شاء الله طولة 15-20 متر بس حقلها رأسك فخيين كان عارف إنه بدون سفك دم لا يوجد غفران رغم هالشي صار يقدم من سمار الأرض للرب زبيحة يتصور يجيب مثلا بتنجين من دعبل بطيخة تعالفوا ماذا يقلبون نحن هو اللي بالصيف نحب لأنه فيهم ماي بباورده ويضع على المزبح قال يحرقون كمرة نحن نعمل هذا بطيخ ليس بما نعمل بالفرن كيف على النار يروح يجيب هالفوكة وهالخضرة ويقدمها للرب ليه انتعب وعلى اجبيني انا عم بعطي ولا وربح ربها جميلة انا عم بتعب ما بيشف ليها هبيل كان موزا كان راعي غنم تعرفوا ما كان يشتغل مثل قيين بالأرض لكن كمان كل نهار بيعاني من حر الشمس ويجرها الاخواريف وراه على الميات على الخضراء ينتبه لهم يرعاه يهتم بالمريض بالأعراج بالضعيف بالصغير هايدي كائنات بدأ اهتمام تعرف ونحن اذا نجيب كلب صغير على البيب بياخد اهتمام بلاوي كل شوية نزلوه على الطريق في وقت معين بكنت نزلوه تجزدروه فيمكن كفية هو عتمشو على الرصيف بعدين فكيف اذا واحد عنده قطيع بده يهتم بس هبيل كان ماشي على خطبي على خطأ الله يلي حط لآدم لانه اذا بتتذكر لما سقط آدم الرب دبح خروف عن آدم وعن حوة وبدل ورق التين اللي تستروا فيه يلي ما بيقدر واحد يتستر بورق التين لانه من كل النواحي مضر تعرف ورق التين خشن وبيعقوس وبايامنا بيعمل برغش سكات صغير خاصة اذا تقت شي ورقة وفيها حليب ورجيت على عينك باي باي صرت اعمى يعني على كل النواحي ورق التين مش منيح بس هو رمز لشو رمز للاعمال انه انه الانسان بحاول يستر حاله باعماله قيين ضل يستر خطايا باعماله انه انا عم بزرع وعم بصق وعم شحل وعم بنتبه وعم بعمل اتليم وعم شير الحجار انه انا عم بتعب وبتعرف المزارع تكون بنيته اقوى من الراعي لانه عم يشتغل بالارض الرياضة على طول الراعي بيكون نعنوع طار ذكروا داود مع انه كان عنوع طار لكن كان عنده قلب اسد فالفكرة لما قدم قيين من سمار الارض لايكوا هالتعبير للكتابة ما انحطت صدفة يعني من افا ايده ما عم يعطي الافضلية للرب شايفين عم يعطي كان الافضل من زرعه ومن تعبه للرب كان رب نظر له بالموضوع ووعي انه يا ابني بدون سفك دم ما في غفران بس كان اتجاه قلبه غلط عم يعطي من افا ايده لما بتجي التقديمات للرب مش عم يعطي الافضل من قلبه طالع عم يعطي شو ما بيطلع بايده يطلع يعني اذا شف لك شيء بطيخ مضروبة وبيعارف مش حلوة مع انه الليل بيعارف بالبطيخ تقول بيقلك يلا هايدي شو ربنا رح يكله هلأ الله روح انا بيكون خلص بقدم له ايها ولا عنقود عنب من زمين كانوا حرزانين مش متل هلأ فتش على عنقود لكن هبيل كان طايع فلما قدم الرب زبيح عن ادم وحوة واحد الطعظ والتاني ضل يعمل اللي براس انا بدي اقلك شغلي اليوم لما انت بلشت مع الرب بالعهد يلي حطه بدمه ختمه بدمه على الصليب لما قلت له يا يسوع انا بدي اعطيك قلبي بدي اعطيك حياتي هل مستعد بعدك انك تكمل بالطريق اللي هو حطه ولا فاتح حسابك بعدك للأسف يا احبة بتدوق الرب شو عمل معك وبتدوق الرب شو غير فيك وتعامل معك وراح نشوف كيف الرب تعامل معك يعني اللهم انه ديكتاتوري منك مقبليس نصوره الله بي الله حنان صالح كل صلاح عادل وبار هو طب لما الرب بلش معك لازم تعمل كما عمل بولوس بولوس بيقول انسى ما هو وراء كن 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 خليني اقل لك قيين كان بعده بنفس الجو وكان بمحضر الله لكن عيش عراسه كان بعده بحضور الله شحطن من الجنة طردن من الجنة بس ما تركن لان اذا بطاحز التعبير قال لدن الرب من حضور الله بعده حد الله يعني الله ما تركن بعده عم يتعامل ونحظ اجا الرب حكاة قال اغتاز لما الرب ما ابل زبيحته ابل زبيحته تخيه هبيل عمين اغتاز الرب طلع خلقه عرب ما نرفوز عصبة هيك شخصية بتتعب اذا ما بتحط على نفسك لما بتغلط الرب حتقصبه على جرحك خليني اقلك انتي الورا انت فاتح بواب على حياتك لما الرب بلش بهالعيلة اللي حطك فيها كمل مع هالعيلة للاخر بلش بالزبيحة بعهد الدم كمل بهالعهد ما تكون فتوش بدك من هون وبدك من هون اوكي الرب قدم الزبيحة عم بي هلا انا بقدم شي جديد مين قالك مين طلب منك رح فرجيك قصة مشابهة بايين موسى لما الرب قرر الهيكل وحط الترتيبات كلها قدس الاقداس والقدس والباحة الخارجية وطلب التقديمات هايدي كانت بالعادل القديم هلا انتهيت تبهوا انتهيت لكن كان رئيس الكهنة وكان هارون خيو لموسى كان هو يقدم هالشي اجوا ولاده لهارون بدون يقدموا هني النار ويبخروا للرب الرب ما طلب منه انه هني يعملوا هالشي كانت مطلوبة من شخص اسمه هارون شو هني احنا منقدم للرب انا من قلبي انا شو باي بس انا كمان مع انا مع انا كمان كانوا من صبت الكهنوت كان في صبت في عشيرة كهنوتية اللهم رتبة مش فاتح حسابه وهيدي العشيرة وهيدي الصبت ما كان له اي نصيب بالارض ما كان عندهم اراضي ما كان عندهم شي كان الرب نصيب كان الرب نصيب وكانوا يعيشوا بالايمان من الزبائح اللي يقدمها الشعب كان الهن شروط فالفكرة كان هارون هو المسؤول عن الموضوع بيفوتوا هني قلقوا بدون يبخروا هندي للرب شو بدكون يصير فتحوا حسابهم قال خرجت نار من محضر الله وأكلتهم اتنين يا رتبة ما انت حطتوا الجهن ما انت افرستهم انا ما طلبت منهم الهن يقدم في شروط في شخص انا بعينه انا بحطه هو اللي بيقدم هيدا معين مني طب انتوا عم تلبسوا كنتوا لباس رئيس الكهن لا طب كيف اتعصابك يا هندي هل مجد الله على حياتك لا وكيف تبت عمل عصابك كيف هتعصابك قاين عمل نفس الشيء حبيبي كل كلمة من الله نقية ما بقى فيك تعيش يوم اللي اعطيت قلبك ليسوع على كلام يسوع وكلام الناس على كلام يسوع وكلام التاتة عكلام يسوع وكلام المجتمع عكلام يسوع وكلام الحضارة شو بتقول والثقاف والعلم انا ما اعملك تنكر العلم وقول انا اعمل بدك حط حالك على السكة قاين فتح على حاله باب جهنمي واجه الرب نبه والرب اليوم عم بلبهك ما قال له الرب شو عصبت هلي شو شايف لي حالك مينك انت مين مفكر لي حالك ما بنبخ بشي لك انا انا خلقتك ما اجي حكي بالطريقة قالوا ليش اغتص ليه عصبت ليه نرفزت ليه طلع خلقك ليش حبيبي ليش خد وعطيه معي ان احسنت افلا رفعون لك هالكلمة ترش ان احسنت ان لو قدمت على القليلة من افضل سمار الارض على القليلة لو احسنت وقدمت على القليلة من الافضل ما مقدملي من افا ايدك انه اذا انا اروح مش ايشعك وشايفك اذا انت ما انك شايفني على طول يعني انه انا مش موجود انه بتعمل اللي بدك بتحكي اللي بدك كيف افلا افلا رفعون كنت برفعك بفعمك بوعيك بساعدك تطلع شألة تخترق بحياتك بس تذكر تذكر الستة كانت تحمل طنجرة صخنة صخنة بأيدي ما يحترق استغرب انا تشرب بزن الشاي عم يغلي ما تحترق لبعدين انتبهت انه على الزمن واحد بيبس ما بقود يحس اعضاؤه عم بتموت الاحاسيس فيها طبيعي الكبار بالعمر الستيات والجدوية بيعرفوا انه الصغير اقل شي بيحرقوا يعني يسوع عطاك افضل ما عنده ريعان شباب وعطاك ما عطاك الفضل وما عطاك لتر من دمه ما رح تبرع عند الصليب الاحمر قالك هاليونيت لقلك هاي دي اذا عزت اخليليك ايها ابدا سفك دمه لاخر نقطة انت بتروح تعطي دمك لحد لاخر نقطة انا مستعد موت سحبولي دماتي كلهم ما بتعمله وفي من يروحوا بيبيعوا دماتهم يقبضوا عليهم في ناس بيعملوا في مطاريح بيدفعوا اذا عازوا لانه اذا خاصة الفئة ندرة ودماته انضاف مهتم مهتم بصحته فالفكرة كان الرب عم ياخده بيعطي معه وليورم الرب عم بيقلك انا بدي ارفعك انا بدي طلعك من اللي انت فيه لكن هل مستعد تاخد خطوة مستعد انك تجاوب معي يا ابني ولا لبراسك براسك حاص نفسك شو عم ياخد الرب منك شو عم بتقدم له شو اللي عم تعطي ايه الاهتمام الاول بحياتك لامين فبهو حطك اولا انت وين حطه لما دوقك حب وخلاص وفدائه تعتقد عطاك هالشي تتضلك تركض ورا السوائق اذا هو الينبوع اللي بيرويك تعتقد السوائق من هون ومن هون اللي هو عم بيوزع لك رح يرووك تبق له الراب كمان قال له في خطي رابضة على قلبك عبيب قلبك رابضة شبه بوحش رابضة ناطرة تفز وتيكلك ومين اللي ناطرك تيكلك ويبتلعك عرفتوا من هو ايبليس خصمكم كأسد ذائر يجو اللي يلتم اسمن يبتلعه ناطر يبلعك مش رح يلعوسك رح يخفيك رح يخفيك مرة لقوا حي من هو الكبار بطمى كبير بيطاريقة مش طبيعية بيلع طور 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 بيلع طور وزنوا 700 مني كيلو الله بيعرف ايبليس بيبلعك مهما كنت ضخم وأبضاي وبتنطح بيخفيك شو بيقل له كمان قال له هالخطية إليك اشتياقها انت عم بتفكر فيها في مخطط برأسك في شيء انت مقتنى فيه وماشي فيه لكن لو مين دا حيوصلك عارفين الكتاب بيقول فكر الحماقة خطيئة لما بتفكر بأمور حمقاء غبية ان كان تضرك او تضر اللي حوالك هاي دي خطيئة بعده فكرة ايه بس خطيئة ما الله فاحص القلوب ومختبر بالكلا مش ناترك تتعمل الامر عمليا لحتى يقلك هي خطيئة الخطيئة بدمك عم تمشي مع الجلوبيل الروج بالبلان بارم 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 24 على 24 ما فيه توقف قال له وأنت تسود عليها يعني قادر تاخد موقف منا وهي ده موقف التوب يعني أنت بعدك أقوى منها قادر تتوب قادر ترجعلي قادر أنا أحسن إليك وقادر أنا أرفعك وهالخطيئة اللي راب ده تروح تعرفوا كبريائه ما خلاه يقبل معاملة الله المباشرة معه لكن عم يحكي مباشرة إذا الله حكي قيد مباشرة واللي براث وعمله كيف إذا ربها اللي عم يحكي من خلال الخدام أو من خلال الكلمة في أقوى من هيك معاملة الله بزيته حضر على قيين وقال له واحد اثنين ثلاثة ما صلح وضعه ما حسن تقدمته ما فكر أنه يعمر رب فعلا ما طلب مننا خضرة وفواكة وحشيش وبقدونس وكذبرة وقدمون ما بيزبطوا زبايح هو خلقوا تتاكلهم هول إلى الأكل ممم هوليكي كان خلقهم في هديك الوقت لا يونسوا الإنسان الحيوانات يونسونا يساعدونا لكن من وراء السقوط فتح باب الزبائح يلي كانت تشير إلى الزبيحة العزمة مش تها كل الأمم رب يسوع هو كان الزبيحة الكاملة لأنه بالعبرانين بيقلنا قال دم تيوس وخراف وعجول وحيوانات قال ما بيقدر يعطي الله حقه ولا يساوي حق الإنسان اللي على صورة الله قال هيد الزبيحة كانت تقدم إلى أن يأتي الذبح العظيم الذبيحة الحي الحقيقية اللي هي الرب يسوع يلي هو معادل لالله ومعادل للإنسان وبقول بكلوسي قال لكي يصالح الإسمين بجسده يصالح الله الآب ويصالح الإنسان هل حيوان بيقدر يعملها في حيوان بيقدر ينصل للمياك داخلكون وين في ناس عملوها وين عملوها يعني هل رحتعت قيمة الإنسان أبدا فكانت كلها تحضير لمجيء الذبيحة الحقيقي يلي يقول عنها بالمزامير قال بتقدمة وذبيحة لم تسر الله يسوع بيقول بيروح النبو قال لكن هيأتلي جسدا كان محضر له جسد من مريم العزراء لحتى يكون هو الزبيحة هيأتلي جسدا شو هالإليه العظيم هيدا كان مستعد يترك المجد والعظمة وعبادة الملائكة اللي ما عند تشبع من عبادة وما فيها توقف وتسبيح وقدوس ترك الملائكة كلها ونزل الكرمال يفدي البشر تعرفوا هيدا الموضوع شخش بالملائكة ما كانوا عم يفهمهم شو عم بصير رب معبود خالق ترك العرش ونزل ليه 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 مين في حرزين تحت ما كانوا جبلة ترابية من احنا من التراب كجبلة عم بحكي صح دب مين اسمة السماوة ولا الترابة السماوة راب كورونتس 15 السماوة السماوة ترك السما وترك المجد حتى يفديك سيقلك انا بدم امنتلك الطريق ترجع بتفتع عصابك حبيبيتي اجر بالبور اجر بالفلاح وما بتصبط معك مع يسوه لماذا تعرجون بين الفرقتين هيدا كان كلام النبي اليا لكهنة البعل يلي هني اصلا كانوا من شعب الله يلي افرزتهم اذا بل عملتهم كان للبعل ام الي اتحديهم عشاب الى كان من لذي تتذكروا شو كان قول الشهير قال لماذا تعرجون بين الفرقتين بدكن الله بدكن البعل بدكن تعبدوا الله بدكن تعبدوا اله من اختراع البشر قال ان كان الرب هو الله فاعبدو وحده وان كان البعل هو الله فاعبدو اذا هو بحل محل الله اعبدو وقال اعبدو الله يعني اي شخص اي شخص تاني ما الوسط و الله ما فيك ما فيك تعبدو ما فيك حبيبة وقدم المثال وقدم المثال لحياتنا لكن الله لا يأتمنهم ولو لا يأتمنهم لقلهم بشر مثلي ومثلك القدوس يسوع قدسهم روحوا القدوس ختمهم وكلمة الله رجلة جيت حياتهم بدون كلمة الله انت ضايع اسمعني لقلك ما فيك تتجدد تقول تعطي اياتك لا يسوع انا سرقل لحياة ابدية وتارك الكلمة ما تعيش عليها على ما رحلك رح تعرف الكتاب كله من اوله لاخره بلال يضحاها على القليل يبلش يشراب حليب يا طفل يا مولود جديد كأطفال مولودين الآن يا أطفال يا مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش هيدا هو هيدا اللبن العقلي العديم الغش هيدا اللبن العقلي العديم الغش اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به ما فيك تنمى بلان ما تقول انا اختبرت الخلاص وخلاص بكفة ونقرأ شوية في ناس باالوا يقرؤوا شو رب قلمني اليوم هون لأ ما حلوة هون لأ مش حلو شوف هون هاي دي عجبتني هك رب يكلمك ممكن يعمل معك شو مرة بس مش مبدأه شو سوق عقاز ولا عم بتبصر وانا احبا عم بحكي بكلمة حبة فهمونة شفت كتير اشخاص بلشوا مع يسوع لانه تركوا الكلمة تركوا الله بعدين اذا ما قلك علاقة خليني نقلك هالكلمة اذا ما قلك علاقة مع كتاب الله اله الكتاب رح يجي يوم لازم يكون عندك علاقة مع كلمته ومع شخصه ذاته لان كلمته يعني هو عم بيقلك هالكتاب من هو الله شو افكاره شو طرقه شو اساليبه شو خططه لحياتك شو وعوده لك شو السلاح لازم تستعمله شو الخدع الممكن ابليس يعملها فيك كيف تعبده وان تعبده وانت تعبده كل هاي دي مكتوبة هون ما تفتح عسابك بلش معك كمل انا بقعرف اشخاص اتدمروا سامحوني اذا عمولا بحرقة اسنين انا كنت اتابعهم وارعاهم اتدمروا خربوا ما قالوا شليه دي يقرى في واحد منهم عالطرقات بتشوفه ما رحقول شو عم بيعمل عم بيقف على المصلبيات ببيع اشياء واحد ثاني ما بقى يسمع عن كلمة الله وعن الله حبيبي السماء والارض تزولان يقولوا الرب وكلامي لا يزول ما تعيش بس الرب لمسني والرب عزيني والرب عملي هللوية هاي دي امور رائعة لانه ليه للكنيسة اللي عم تختبرها هاي دي امتياز لانه حضور الله والروح اليدوس موجود لكن لا يكفي بدون الكلمة فتشوا الكتب يقول الرب فتشوا الكتب فتشوا الكتب ان كنتم تظنون ان لكم فيها حياة يقول الرب وهي التي تشهد لي هي بتشهد له شيل كل الكتب والكتابة عم تقرأها بحياتك وبلش بالانجيل بلش بكلمة الله هاي دي دينوني علي رح يكون الله السيدين سرائر الناس اسرار قلبك افكارك ونواياك بحسب انجيل بياسوع المسيح مش بحسب التاتة شو علمتك وامك شو علمتك والمجتمع والطايفي شو بدتك بالامور كلها الله ما عنده طوايف فوق فتح سفر الرؤية جيب لكلمة طايفي واحدة عم بفرجيك بالسماء مين الموجود ومين المش موجود فتح ولا طايفي ذكر حتى الانجليين ما ذكرون الذين غسلوا ثيابهم وضيطوا ثيابهم بدم الخروف لهذا هم وقفين امام العرش وامام الخروف بس بس لكن لكن رب الكلام هون انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو امام شو صار مع خيين كمان لما وصلت القصة لهون كبرت برأسه ما تتعز انه رب كلمني انه لازم متراجع لازم فكر فيها مظبوط تباية كان عبي قدن زبايح وامة معه وهبيه الخي الصغير ما هو ما حطت على نفسه خي الصغير انا الكبير انا على رأسه انا بتتعلم الخي الصغير شايف اذا بتوصل لهون انت متكبر يمكن الله يكلمك بحمار مش بانسان صغير وخيك الصغير ليه ما في نبي اسمه بالعام الرب كلمه بحمارته بحمارته كلمته ما كان يفهم عن الرب الرب يقول له ما تروح تلعن شعبي ما تروح يقول له يا رب تبا فيها رزقة فيها فيها مصاري قال له ما تروح هيدا الشعب ما حدا بيلعنه انا حافظه وظل يروح لا بالاخر بعت له ملاك يقتله الحمارة شايفت الملاك هو ما شايفه تعارفوا ليه لان المال اعمى قلبه محبة المال اعمت قلبه هدفه الارض الزمني اعماله قلبه اهدفه ارضية ما عنده هدف انه الله يرفعه يصير نبي من الانبياء العظماء كده ربعا بيتعامل معه بس قلبه معلق بها الدنيا تصوروا حمارة شايفت الملاك حمل السيف صارت الحمارة تشفق وتغرب تزيع عن الملاك كذا مرة تبوا بالاخر هو نزل فيها خبيط ليه عمت زيحة ليه حشرتيني بها الزاوية ليه بالاخر بها فوتيني بها الجل الصغير نزل فيها خبيط يا حرام والرب فتحت بنا اياك توصل لهون الرب يكلمك بحمار اياك يعني عفوا بها التعبير تعرف شو قاله الرب عن بيقله صار مستواك مستواها مثل البهيم ليه ما قالوا اياها اساف قالوا صرت كبهيم عندك وانا لا افهم صرت مثل البهيم ليه افتكر انه الاغنية والمعه المصاري واللي عنده وعنده هولي المرتحين هولي قال ما ما عنده المصايب الناس مي قالك وليك صدقني هيدا اذا ما له فوقه تحته هيك تفكر عن بنام بدون احبوب ما خايف عمصرياته خايف عسرته خايف عشركاته ما كتر مشاريعه صارت افكاره اكتر صار وشو بدي يوزع تيوزع افكاره ويلحق هيدا ما تتروح منه هيدا الصفقة ما تتروح منه بيجنه بتلاقيه مش مهتم بولاده خدوا مصاري وعملوا البدكونيه وبالاخر شو بصير اولاده الله يستر متمردين عاصين وبيعملوا امور شازة بحياتهم من جميع الانواع له تيجربوا كل شي لانه ما عم بيشبعوا بقى من اهلون اهلون مش فاضين لون عم بيشبعوا بقى من شو صاروا فكرون من العالم برا فلما قال دخلت الى مقادس الله رأيت اخرته انفتحت عيونه بدون حضور الله على حياتك رح تظل لك اعمى ومخدوع طول ما انت بعيد عن الكلمة وبعيد عن حضوره انت مخدوع بعالم وهم يا حبيبي برحدة قتلي اخت من سوريا صدقوني بكتني كانت معنا بالتنيسة اسمه لوسين قتلي بليز يا اخبا السلام حطيت ع فريق الشفاعة القصف صارحت بيتنا لا بقى عنا مي لا بقى عنا كهربا حتى انترنت ما فيك صلى شهر مش حكيتني قتلي بليز صلولنا وغيره كمان هون في اخوة اهله كمان هونيك شو عايشين بعالم احنا هلا فكروا ان اذا البنان رائع يعني انحنا انه في فقراصنا يعني حماية الله قادر بس احنا يا احبة ما نخدع نفوسنا اخر الايام وباخر الايام الرب ما وعدنا بسلام حقيقي الحينما يقولون لكم سلام قال يأتي الهلاك فجأة قال كما يفاجئ المخاض الحبلة فلا ينجون مثل ما صار بايام نوح بالطوفان فجأة طافت الارض والسماء نزلت وبايام صدوه معمورة نزلت مار وكبريت ما خلي ده مخبر لازم ان تكون في حصن الله يكون الله امانك ما يكون عندك اشواء ارضية زمانية بس الله بيك قادر يعطيك في وقته ما تسبقه ما تسبقه ما تسبقه هو بيعرف انت يعطيك الامور لما بتسرع انت بتسبق رح تتعب رح تتعب بس لما بتنتظر الله بيتدخل في وقته بريك قلبك رح يصيرك على القليل رح تشوف ايده بس لما بتسبقه ده حلال يتفرج عليك تب وانو الله عم يتفرج عليك تاركني عم يتفرج عليك ما انت اسكى منه عمل حالك بتعمل وتعمل 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 والكتاب واضح توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك يا زكي على فهمك يا فهمين لا تعتمد لا تعتمد لا تعتمد بتقلي انا ايه خد اعلى الشهدير على فهمك لا تعتمد في كل طرقك اي طريق بك تسرع اعرف الهك بها الطرق حطه قل له يا رب اذا هالطريق مش منك بتشليها اذا هيدا ما بيرضيك بتشليها اذا هالعادات انا مش قادر وقفها كرهني فيها تكون متواضح تقول الله يبيركك بقوله برجع بقوله الارض الواطية بتشرب ميتها وميت غيرها بس الارض العالية بتنطر السماء تتشتي عليها بس اذا السماء شايفتك متكبر اي شتي رح يشتي عليك فقايين ما قبلها قال رح كلم خيه وكلمة واكلمة اخيه يعني تلقمن عليه مش حكيه اخد وعطي معه وتعال اقول لك هيا معنات على واكلمه شو فكر لي حالك انه الله راضي عليك ومش راضي علي ما انا عم بعطيه وانا عم بتعب وانا عم بشأ انت على الهينة عم تعطيه الخروف الحالو عم يكبر بس انا على القليل اذا على الهينة انا في الخطة انا في خطة الله وكلمة هابيل معناتها هبه من الله عطية من الله فرم اسم قيين اقتنيت رجلا اقتنيت رجلا فرمدي رجال يعني الله عطاني ولد بس هاديك شو هبة هدية والله لما بيعطيك هدية بتكون حرزينة بتفرح قلبك بس لما انت بشطرتك وزكيك وحنكتك بدك تعملها رح تروح عليك الغني بتتذكروا القخصة بدكورته افتكر اه امن اخرته خطيرته اجي صوت بنفس الليلة يا غني يا غبي اي غني انت انت غبي انت الناس شايفينك غني بس انت بنظري غبي هالنقطة اللي حطين لك ايه هالناس فوق معليلك معامك بنقطة لا انا رحل للك نقطة من محلة محلة تحت ايه انا اللي بحط النقاط مش انت مش الناس اللي بقيموك انا لازم قيمك قالوا هاي دي الليلة بدو اقصف عمرك الليلة تطلب نفسك منك الليلة بدي اخد روحك انا وكل اللي عملته هالاخر اللي عم بتأمن على اخرتك وين يجي ولمين لمين يا معتر انت تعبت وشقيت غيرك الحيورتك على هين يطير لك ايها على اهوان سبب متى ما هلأ عم بصير على اهوان سبب تعرفوا لان اللي بيجي هيك بروحك القرش اللي ما بتتعفيه بتصرفه على العميانة فلما كلم خيه وتلأمن علي وصلت انه ما هاد طايق خيه ليه الله راضي عهبيله مش راضي علي طيب بشيل هبيله من الطريق ما بقى في غير ايه بيرضع علي بجبره بينجبر الله يرضع علي صح ما في غير ايه انا بصير بشيله ضل في انا غبي اتعلم من خيك مش تشيره من قدامك اتعلم منه لو اصغر منك اخذ العبرة منه يا متواضع اخذ العبرة قال وقتله قتله هون اجا الله واتدخل بس هون كامت القصة حاسمة قال له اين اخيك رب لحقه لاحظه اشتركه ورا ورا بس الله يا احب خلقنا احرار خليني اقلك الله ما بيجبرك تعمل شي بخيرك لان خلقك حر عصورته ومثاله وهي دي الحرية اللي عطاكيها رح يحسبك عليها بيوم الحساب او بيوم الدينونة تقولوا ليه الله ما بيمنع ما بيمنع لانه خلق كل البشر احرار وقال كيف انه حق يدينهم شو خلقهم الزرار ما انحن مخلق الالات لا خلقك حر اختار ترفض قال وينه خيك شوفوا لوين وصل لوين انحدر من اي مستوى لمستوى صار وقح لدرجة وقحة عا الله قالوا احارس انا لاخي شو انا اعملوا باديجارد انا الليلة بدي اسألك عفوا انها الصباح بدي اسألك لان انا اجميل انا الصباح قليل تتشوفوني معود على الليلة الليلة خيك اللي بتعرفه واختيك اللي بتعرفيها عم تسأل عنهم عم تنتبهلون عم بتصليلون عم بتتابعون الاشخاص يلي ما عم بتشوفوا على البنوكي احيانا عم تتصل بالواتساب رخيصة يا احبة رخيصة صدقودي ارخص من هيك ما في بقى وينكن بيكون شي في شي مش بهدلو لم اجيت واحد واطي انت انت عيبشوم عليك لم اجيت لا مباركي مريض مباركي تعبال مباركي مجرب مباركي مخدوع ما في حالات عدي بتخلي الواحد يتراجع صح في ناسي احبة لانه بيتصرفوا بطريقة دبشة بصيروا ناس يكرهون بينوفروا منهم حط حالك محل اقول اذا كانت محل كيف حب يسألون ايه الا اذا كانت نجفس ما بعرف يعني ما بتجي الا بالمطرقة فكون وديع طمن خيك محتاجك قد ما فيك وقف حده قد ما فيك صلي يا رب رشدني قودني قد ما فيك وقف حده بس ما تقطعه تعرفوا هناك ناس بطل يأتي على الكنيسة من خلال الموضوع هناك ناس لا يوجد من يوصرون على بيتهم لا يوجدون سيارة بطل يأتي على الكنيسة هناك ناس كان يجب يكونوا اليوم لا يستطيعون يأتي لو انت أو انت سألت عنهم اذا أريد يأتي كانوا يأتي معك يأتي بس ما فيه من يجيب ونمش قادرين يجيب ونحن بأيام صعبة بظروف صعبة فتش عخيك اسأل عنه ما تعمل مثل قيين يا أحبة بدون ما نحس هيدا روح شرير كان ماسك قيين وبقول لأيوحنى قال لي أتى الخي قال لي أنه كان من الشرير كان روح الشرير روح بريس ماسكه اسأل عن خي أنا يستفر ينبر بسأل عنه مرة اثنين وبعدين لماذا يسوح قدي سأل عنك يحرب قدي تعمل مع قيين قدي حكاية وأخذ وعطيه وإيه ما تشره إيها تعامل معه وحكاية وفهمه وعارف القصة من أيام بيهمه لكن اللي براس براس وشو كانت النتيجة طلع من محضر الله صار تاية مش عارف وين بدي يعيش وين بدي يروح ما قاله قرار ما بقى عنده سلام وصار عايش بيخوف وبرعب خايف حدا يقتله شو كمان الأرض صارت ملعونة بسببه كل تعب وشغله راح دعان كل اللي تعلمه بالخبرته بالزرع راح ما فيه نتيجة أرض شرب الدم ما بقى تعطيك سمر ما فيه تلمر أرض عم تشرب دم يا أحبة كل ما عم بيقل سمر شفتوا ليه أراضينا قال انتاجها شفتوا ليه عم بيحطوا مواد كيميوية وسواد وإشياء بتقتلنا بتعملنا كونسيرات قد ما أراضينا صارت شرباني دم قال لا تعود تعطيك قوتها خلاص أنا خلقتها لا يتنسق بالمي ليس بالدم لكن الإنسان لأنه أزجر من الله عم يسقيها دم يقتل بإخته البشر حيب توصل آخرتك مثل قيين تاهم شرد مش عارف لألق قرار وليعارف وين بدك تعيش وكي بدك تعيش ومقطوع من شجرة والله تركك لما بتفتح وبقيت لكم كتير 29 سنة إيمان فيه أشخاص إذا بتذكروا من قلبي بيبكي كيف بلشوا كيف صاروا ما بدون يسمعوا الكلمة ما بدون يتعظوا ما بدون يتعلموا حبيبي بدون كلمة الله بتموت البزر اللي انزرعت فيك بده صقاية وهصقاية موجودة بالكتاب المقدس وبيه كنيسة بتعلمك الحق كنيسة اللي انت دقت فيها الحياة كمل حبيبي كمل ليش بولوس بقول أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو أمام طب ولو يا بولوس تركت الديانة اليهودية كيف ها كيف ترك ولو ما انت قبن عن جد ومن صبت بن يمين ودارس اليهود مين قدك قال اني احسب كل شيء نفاية لكي اربح المسيح وقوجة فيه اذا ما رح تعمل هالقرارة مثل بولوس خليني قللك هالعفشات لبعضك حططت من هون ومن هون ومن هون ومن هون رح يهلكوك اذا بدك تركت بالميدان مع يسوع كيب كل احمالك وكيب حالك على يسوع وكمة رح يرفعك رح تلاقي قلبك ثابت نفسيتك صخر قلب اسد عيون النسور رب رح يشتغل عليك خليني قللك يوم عن يوم رح تصير من مجد لمجد ومن قوة لقوة من ايمان لامان لكن اذا بدك تضلك تسيبه من هون وفتوش ومن هون يتبوله وما بعرف شو من هون رح تضلك تعبان وضايع ما يهمك رضاء الناس حبيبي ما تخاف صدقني ولا قديس رح يزعل منك اذا بطلت تصليله وعند حكيك انا من رب انا مسؤول عن كلامي ولا قديس ولا نبي اذا بطلت تصليله رح يزعل منك تعرفوا ليه لان هوني ما بدون افتع سفر الرؤية لما اجا يوحانا يزجد للقيديس ظهر له ايامة الملاك قال له انا عبد مع اخوتك ازجد لله وقف شو عم تسجد لبتعبده وقف وقف بالسماء ما في حدا ياخد لنا أقلعنا أقلعنا للرب الحمل للمدبوح هيدا العبادة لقاله هيدا للسماء كلنا عم تعبده هيدا اللي بد يصير يوم ما الصوت صارت ممالك العالم لربنا ولي مسيحه وبس 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 تقتاد بحياته تتمثل بحكياته بأقواله كيف قبل يسوع كيف يسوع غيره كيف سامعه كيف تغير من إنسان أرضي لإنسان سماوي أمين بس انك تصليله حبيبي الله كلي الوجود الله فقط كلي الوجود منك بقدر يسمع كوي ما تكون لكن القديس محدود في مكان معين لماذا لكي نسمى السما مسكن الراحة للأبرار لماذا سميها بالرؤية فتحها مسكن الراحة للأبرار اللي كي يستريحوا من أتعابهم اجا وقت يرتاحوا نكد هونيك ونكد هون لازم يرتاحوا اجا وقت يرتاحوا مثل ما نقول خول إذا مين ما مات خاي يمات ورتاح الله بيعرف إذا ارتاح إذا كان في المسيح أمين ارتاح بس إذا ما كان في المسيح الله يصدر ما فينا نقول يمكن الله يفتقده بآخر لحظة من وعيه ويمكن هو بالجومة ما منعرف هاي دي أمور الله بيعرفها نحن ما من دين لكن الفكرة هونيك مسكن الراحة للقديسين والأبرار اللي كي يستريحوا من أعمالهم أمين حابب اليوم ترتاح حبيبي سمعني كلمة الله هي لازم تكون أساس بحياتك اليوم اتدينوني عليها بكنا زقتله لرب جدي علمني والطايفي علموني حبيبي كلامه قبل أي كلام نوضع في الوجود هيدا الكتاب عمره ألاف السنين وين كانوا الطواف اللي أنا عايشين فيها لما كان هالكتاب موجود وين كانوا ما كانوا من صنع البشر الله بريدك تكون في المسيح وفي كلام المسيح تعيش على كلمته هل وجدت كلامك فأكلته حابب تعيش على الكلمة ملك ولا حابب تعيش بليها تنك خلونا نقف نصلي فاص نفسك وين أنا هل أنا مثل قيين أو هل أنا مثل بلعام ناطر حمارة تفهمني ناطر بهيمي تفهمني مش غلط إذا بتفهم هيك الله رعي تعمل معك بالطريقة لتفهمها صدقوني يسوع أنا قال انظر إلى طيور السماء يعني فيك تتطعز من الحيوانات ومن الطيور من خليقته فيها حكم قال إنها لا تزرع ولا تحصد وأبوكم السماوي يقوتها قال كم بالحاري أنتم أفضل من عصفير كثيرة يعني حتى الحيوانات الله خلقها تتعلمنا دروس الكلب بعلمك الوفا صح البقرة بتعلمك العطاء الخروف بعلمك الوداعة النملة بتعلمك النشاط صح كل كائنات الله فيها عبر ما في هيك شيء الله خلقه غلط ما فيه حتى الحمار بعلمك الصبر نحن منحتقروا تعرفوا الحمار مهندس طرقات كل طرقات بضيع يلي كان يتمشي عليها الحمير ما توقع ما تنهار يروح يجيبوا مهندسين قال يفتحوا طرقات تنهار الطريق بعد فترة اكتشفوا إنه الحمار الله خلقه مهندس طرقات ونحن ما نقومش على الحمار على القليل مهندس أنت مهندس لا قصدي قول كل شيء فيه الله خلقه هبر لحياتنا ادروس بس أنت كيف رح تفهم على الرب نصيحتي أول شيء فهم على كلامه السماء والأرض تزلان وكلامي لا يزول أمين ربي بركني أحبا هبر لحياتنا هبر لحياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة